أنا منتسبة لنقابة المحررين والنقابة ليه منتسبة إنسي، ليه منتسبة زهرية؟ خبرك، خبرك، في دورين بتعملون النقابة اليوم نعم، تفوتنا على الحمام العسكري بسعر رخيص صحفيين والدور الثاني، اللي بتعملون النقابة إنه نقدر كنا سابقا نصف سيارتنا ببرك ميتر بلا مصاري غير هيك، في عندي كتير زمالة اليوم ما بعرف إذا فين يكون عم بتحدث أو بسمح لنفسي تحدث باسمهم خارج النقابة السؤال ليه النقابة ما عم تقبل انتساب هؤلاء الذين يستحقون ليه ما عم تقبلوا انتساب الزملاء؟ هيدا كلام معلاش زارة رد علي لو سمحت للزمراء أنا بدي رد علي بكل احترام هيدا كلام غير دقيق بكل احترام عم تقبلوا انتساب؟ طلبت انتساب الزملاء؟ أنا أنا كنت نقيب بالدورة الماضية فات أول دفعة ثلاثمية نعم واثنين وخمسين زميل وزميلي بهالأيام يلي هو عدد منه هايين وهلأ حديثا فات ستة وثمانين زميل وزميلي طب نقيب أنا سبوع الجاي بتقدم ورائي أنا عنا قابل يا أهلا وسهلا فيك بتقدم ورائي في الأنوم قدمت قابل؟ جربتك؟ لا صراح ما قدمت لا قلولي انه صعب الموضوع مش مظبوط بيقلك ما ما تسمعي من اللي بيقلك بتجي وبتشوفي إذا كان الكلام اللي عم نحكيه صح أو غلط وما حدا منع الهوى عن حدا وما حدا منع الحك عن حدا بتقدر تقولي جينا وقدمنا إذا الإشاعة يعني بما أنه عم نحكي عن صناعة وخبر والإشاعة أهلا كان بالجديد أو برا الجديد في منهم بقولوا نحنا قدمنا ورائنا أول شي مش صحيح يا فيه ممتسبين ما فضل فضل عبدالله مش صحيح ما في طلب تقدم وفي مواصفاته أنا عم بحكيكي أقله من وقت أنا جيت 2018 نقيب محررين وأنا مسؤول عن كلامي ما في طلب تقدم وفي المواصفات الكاملة اللي بيحددوا قانون المطبوعات من الشهدات ومن العمل كذا إلا ما فات أبدا على الإطلاق خلاص وطحت 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 توديق أنا ما بدي فوت بلعبة الأسماء بس أنا بعرف منتسبين ما بيعرفوا يكتبوا خبر مش صحيح آه شروط الانتساب هيدا كتير مهمة اللي عم بقولوا عبدالله ما تطلب مني إذكر أسماء هلا إحنا أنا جي عم تحكينا عن شائعة وصناعة الخبر بالشي قصة محاكمة نقيبي لا بس حدثت موجود لا توضح طبعا بدي وضح لأنه هيدا ثغرة موجودة ما في حدا ما في حدا فات عني إيبي ما بيعرف يكتب هاي إهيني للزملة ما بيعرف يكتب ما عم بعمم أنا عم قول في نسبة معينة مش صحيح عبر اعتماد منهج الزباينية ربما والمحاصصات يقولوا عن حاله إن إحنا صحفيين صحيح وهم يغلطوا باللغة العربية على وسائل التواصل الاجتماعي طبعا أولا 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 ومعهم بيطلق وأكد يعني إذا ما بيعرف يكتب أنا في ناس في ناس معهم دكتورة بالإعلام وبيغلطوا باللغة العربية وبيكتبوا غلط إذا ما بيتوافقوا مع المؤهلات مفروض يكون في مؤهلات واضحة أنا ما بعمل أنا مش متل نئبة المحامين بدي أعمل استاج وخضع الواحد مفروض يكون فيه أنا بيصال عندك بده يكون معه شهادة جامعية نعم إعلام أو ما يعادلها وبده يكون بيشتغل بمؤسسة إعلامية قابل كانت جريدي هلأ بيفوتوا ويبسايت أو كلها سواب تكون مؤسسة طبعا يعني مش إنه واحد أخذ بألف ليرة ورقة من مجلس وطني الإعلام وأجل صار يعطي لحيله ولغيره يفديت لا بده تكون مؤسسة نعم وبده يكون طبعا وبتكون عنده الأهلية يعني الأهلية يعني ما يكونش محكوم بجنحة محكوم بشي كلا سواء بفوت وعم بفوت وعم بيشتغلوا في منهم هاللقنية بتقلي مش عم بيشتغلوا لأنه أبواب العمل مسكرة نعم بدي روح بس اسمح لي عند إستاذ سيمون بفضل عم نحكي عن يعني أهلية الصحافة اللي بيكتب خبر اليوم أدي اللي بيشتغلوا بالإعلام سواء السياسة أو الفنة أو الثقافة مؤهلين يكتبوا خبر ويصنعوا خبر في فرق بالواقع طبعا بين مرحلة إلا شي ست سبع سنين ومرحلة قبل لأ اليوم بي في 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 ضعف يعني ببعض الكتابات حتى تنشط يعني بطريقة علنية يعني الشخص مثلا يمكن صحافة بيكتب على السوشيال ميديا عمول يمكن بمقال أو بموقع بتشوف ركاكة وبتشوف الخطأ بكلمه لا في في صغرات كتير واضحة هيدا هيدا عمستوى اللغوي بس في لشي الأخطر من هيك مؤسسات إعلامية مفترض إن عريقة تضليل الرأي العام بعناوين طنانة رنانة لا تمت إلا يمكن المضمون بصلة بس لحتى يجيبوا كليكات ومشاهدات و وناس تدخل على المواقع هيدا شو اسمه استاذ عبيدو يعني لما تعتمد وسائل إعلامية تضليل وعناوين موسيقى وعناوين هيك فائعة بس لا تجيب نسبة مشاهدة شو منسميها؟ حق مشروع أم تضليل؟ لا لا مش حق مشروع أم تضليل؟ أنا كنت عم بحكي بعد الموضوع من فترة مش من الزبان يعني في تلفزيون اسمه تلفزيون لبنان تلفزيون الوحيد اللي بعده محطة بعده بيتمتع بصفات المحطة تلفزيون لبنان بس هيدا المحطة خير مشاهدة بالأسف في حين بأنه كل تلفزيون الباقيين من المحطات منابر في فرق بين المحطة وبين المنبر يعني تجي العالم بتحكي مع بعضها بتشتم بعضها بتمرق مواقف سياسية وكذا والآخرية هذا الفرق بين المؤسسة وبين المنبر بس مين قال إنه المحطة ما لازم تعطي منبر ما هي اللي لازم تعطي منبر لا 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 بس مش تعطي منبر انت موجود هلا على منبر ما تكون شغلتها الوحيدة بس شغلتها الوحيدة بأنه الإفساح في المجال أمام الناس يريشوا بعضهم بدنا لوح على نقطة تانية اللي هي نحن عم نحكي عن صناعة الخبر والشائعة أو الإشاعة الشائعة يعني من من تاريخ من أيام اليونان حضرتك أستاذ جوزافكي نعم نحكي بلشت الشائعة وعبر التاريخ طبعا يعني خيضة حروب يعني على الشائعات والأكاذيب لبثت وربحه يعني دول وحروب بسبب هل بسبب الإشاعة موضوع الإشاعة كيف تصنع كيف تصنع الإشاعة أستاذ سيمون الإشاعة هي سلاح أحد الأسلحة في المواجهة الحربية الاقتصادية السياسية تركب حسب حجم العدو الخصم وواحد يعني يتطلع على نقاط الضعف ويجيد تركيب خبرية وتسوئة مشروعة هي بالحروب مشروعة الحروب بأساسها مش مشروعة بالحروب هي وسيلة إعلامية مشروعة من الوسائل نعم هتلر ولو هتلر كان عندهم وزارة بوملس 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 وزير الإعلام حتى يصدوه يعني وقتل كان يحكي عن الطابور الخامس نعم وقتل إسبانيا كانت بإسبانيا في أربعة جيوش هجمين عن سيرة المدينة قالوا الطابور الخامس لأنه من جوا صار في ناس يطلعوا أخبار هذا هو الطابور الخامس من وقت طلعت الخبرية يطلوا إشاعة عن أخبار وصار في خلافات وتمكنوا ساعتها أنه يفوتوا عليها بتروع الإعلام الفني والإشاعة تحكي عنه مين قال ليه؟ تعم تقوليها أنا عم بيليك تطلع خبرية على فنان نعم تصل بمدير أعماله وخلي يرد عليك شو بيصير لما تطلع خبرية شو بيصير؟ لأن الشائعة كون طالعة من الناس مقربين منهم بيحتوا عنا ما عم بيحكي عن كل الفنانين أنا مثلا عم بيحكي عن عدد من الفنانين هني بيطلعوا الشائعة عن نفسهم نعم مشان يعانوا بروباجندا ويكونوا حديث رأيي لعهم مين؟ عندك شي مثل حي لفنان تطلع شائعة؟ ما عم بدي حدا يزعل مني بس في عدد كتير كبير من الفنانيين هني بيطلعوا شائعات عن نفسهم وبيصيروا إذا بتتصل فيهم لينفوا ما بيردوا نعم كارين الذي يطواطق الذي يطواطق كارين بين الفنان والصحافة إنه تعي يا صحافة يا صديق الصحافة اللي عم بابضكوا أو شو ما كان أنا بدي نزلها الخبرية زدت ليها بالسوق في كتير وكتير زدتها الخبرية ونزلها الصحافة وفي طواطق بين الصحافة والفنان وبين الإعلام والسياسة يعني إذا بدي أحكيك مثلا الحرب اللي صارت من الأمريكان على العراق قبل بكذا سنة كان يبلش الإعلام الأمريكي ويعملوا برينستورم ويقعدوا يفكروا كيف بدون يفوتوا براس الشعب الأمريكان يعني أنه صدام حسين عنده وابن أغماس ولهيك نزل وسيلة إعلامية واحدة بالعراق وقتا ما قبلوا إلا ينزلوا وسيلة إعلامية تتنفل الخبر فبلشوا يشعجها بلشت تشتغل أهم وسائل إعلامية بأمريكا والمكتوبة والمسموعة أنه يفوتوا كلمات بتصير تعلق بزهن الأمريكان لآخر شي عملوا الحرب الأمريكان على كذبة يعني فاتوا هني على كذبة ويكتشف بعضين أن الزلمين ما عندوا أسح الدمار شامل فهي كلها كانت قائمة على شائعة على صناعة على صناعة على صناعة مش بس على شائعة على صناعة يعني لما قالك بالحروب شو بنسميها الصناعة كارين صناعة تدميرية يعني مثل ما عم بيصير هلأ أنت مثلا أنت عم تلاحظين عندي الإيرانية والأمريكان كل حروبن للترباعة مبنية على هول الأصص شون حكا بيطلع الأسهم النفط بتنزل أسهم النفط بتطلع أسهم البتكن هلأ تمام هاي جريمة حرب هاي جريمة حرب تعتبر جريمة حرب بديروح على الشائعة الأبسط من هات العالم الخام مثلا توني بلير اللي كان شريك كبير بالحرب على العراق بحجة بأن العراق يمتلك خامس ساقوة جاش بالعالم بيمتلك تزوج هلأ هلأ في حملة كبيرة بأنجلترا بس تشلحوا الوسام اللي ملحتوا هي الملكة بوصفه مجرم حرب لأنه شارك في حرب على العراق بأس ايه بعبر شائعات هو ساهم بخلقة وتتخيمة للشائعة بديروح على الجانب الفني يعني صباح قد ما قالوا ماتت 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 آخر شي صار موته هزيل يعني لما ماتت صباح فعليا قد ما موته هزيل بسبب الشائعات صار موته هزيل استيس دوريد الحام كل شوي بموته رئيس الجمهورية كمان بيطلع موته ها رئيس الجمهورية يعني بث شائعات موته الأشخاص هايدي كيف بتصير ما هي شائعات مش بس هوني بس مدام غابعة وقت مثلاً بتعطلي انت اتعيني مجلس إدارة بالتليزيون لبنان لأنه مختلفين على من يمتلك مجلس إدارة بالتليزيون لبنان لمن هذا التليزيون أنا عم بيسكي عن تليزيون لبنان لأنه أنا بعرف أنا اشتغل بتليزيون لبنان على مدى فترة طويلة طويلة فبقل التليزيون المعطل بأنه مين يجيب رئيس مجلس إدارة ما مين يجيب كذا لماذا؟ لأنه كان في خلاف على من يسلم التليفزيون لبنان، لماذا؟ هو تليفزيون لبنان؟ نعم، لأن الرئيس عون كان يريد تليفزيون لبنان، الآخرين كان لديه الحجة بأن الرئيس يمتلك تليفزيونها، فبالتالي لا يطلع له تليفزيون أخرى، وهذا الصراع منه بالهوى، هذا الصراع، لأنه عندما تسك تليفزيون، تكون تعمل على فكرة تشييع حضورك، يعني تحويل حضورك إلى حضور فاعل، من خلال امتلك وسيلة إعلامية، تتروج للشغلات اللي بدكيها، لأنه كل التليفزيونات الرسمية كيف تبلش؟ استقبل رئيس جمهورية، وضع رئيس جمهورية، شاف فلان، استقبلة وودعة طبعاً، بتضبط هيك، فبالتالي، الشغل على الشائعة بيبلش من مرحلة ما قبل الشغل على الشائعة، هذا حكي، يعني وقت بيقولوا أنه صباح ماتت، بالأخير ماتت صباح، هذا حكي، هذا حكي عادة، وحكي مبتزل، والشائعة أبعد وأعمى، من ذلك،